جاءنا هذا البيان العاجل تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الأسى والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة مقاتلا وهب حياته لخدمة وطنه وحكيما شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كانت تعصف بالوطن إن الرئيس عبدالفتاح السيسي إذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عذاءه ومواساته لأسرة الفقيد يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته رحم الله الفريق محمد العصار هذا الرجل دمث القلق هذا الرجل المثقف الواعي هذا الرجل الذي وهب حياته لخدمة هذا الوطن مخلصا رافع انهامته عرفناه في أصعب الأوقات في أصعب وأحلك الأوقات كان صلبا صلدا مقاتلا مواطنا مصريا بيشعر بألام الوطن بيشعر بألام المصريين كان الفريق محمد العصار رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته ومحبيه وتلامذته وأصدقائه والشعب المصري عنه الصبر والسلوان اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم اغدق عليه برحماتك وصب على أهله وبنيه وزويه الصبر والسلوان بنذكر للفريق العصار كل خير بنذكر للفريق العصار هذا الرجل عف اللسان المهزب المؤدب المثقف المقاتل هذا الرجل الذي كان يحترم الصغير والكبير هذا الرجل الذي كان يمثل أيقونة رجال القوات المسلحة الأفذاذ الذين حملوا أرواحهم على أكفهم في وقت كان المعظم الناس في فترة شك في فترة ريب كان العصار مع رفاقه كان العصار أحد هؤلاء القادة الذين تناسوا حياتهم وتناسوا شخصياتهم وتناسوا أسمائهم ووضعوا مكان كل هذا اسم مصر رحم الله الفريق محمد العصار القيمة والقامة المكان والمكانة وربنا يعوضنا عنه خير وربنا يعوض القوات المسلحة عنه خير ويعوض الحكومة عنه خير وإن شاء الله مصر ولده ولله ما أعطى ولله ما أخذ وإن لله وإن إليه راجع